الأوضاع في لبنان تشتعل الكيان الإسرائيلي يعلن عن اغتيال إبراهيم عقيل رئيس العمليات في حزب الله اللبناني وقائد وحدة الردوان أو المعروفة بكوماندوز النخبة في حزب الله اللبناني الجيش الإسرائيلي أو أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي قالت القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الردوان التابعة لحزب الله اللبناني بالغارة وهم نحو عشرين فرد ما فيش أي تعليق من حزب الله حتى الآن ولا في تعليق أو تأكيد أو نفي من السلطات اللبنانية لكن القصة بدأت من ساعتين تقريبا لما إسرائيل استهدفت القيادة بحزب الله إبراهيم عقيل في غارة على الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية التفاصيل كانت في خبر الجزيرة شن الطائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف القيادة العسكرية في الحزب إبراهيم عقيل الجيش الإسرائيلي قال أنه نفذ غارة دقيقة في بيروت مؤكدا أنه لم يطرأ أي تغيير في هذه المرحلة على تعليمات الجبهة الداخلية مراسل الجزيرة أفاد بأن صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية استهدف مبنى في منطقة القائم في الضحية الجنوبية مؤكدا أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالأبنية السكانية أو السكنية والمحال التجارية مصادر طبية قالت للجزيرة أن الغارة الإسرائيلية على الضحية الجنوبية خلفت شهداء وجرحى بينهم خمسة أطفال لم يصدر عن حزب الله أي تفاصيل عن مصير القيادي المستهدف ولكن كما ذكرت منذ قليل الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد اغتيال إبراهيم عقيل رئيس العمليات في حزب الله اللبناني وقائد وحدة الردوان المعروفة بكوماندوز النخبة في حزب الله اللبناني هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أيضا نشرت عن هذه الغارة وقالت الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة محددة الهدف في الضحية الجنوبية في لبنان قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش شن غارة دقيقة في منطقة في بيروت دون إضافة تفاصيل أخرى الخبر ده من ساعتين وقال المصدر في حزب الله لبي بي سي أن الغارة الجوية على مسجد ومركز القائم في الضحية الجنوبية رويتر استحدثت أن الضربة كانت بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله استهدفت شخصية بارزة في الحزب نقلا عن مصدرين مقربين من الحزب القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت أن مسؤولا كبيرا في حزب الله كان المستهدف وأشارت إلى أنه إبراهيم عقيل رئيس نظام العمليات الخاصة في حزب الله اللبناني البيت الأبيض غرد بعد هذه الغارة بدقائق وقال لا علم لنا بشأن إختار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت وبيدن الآن يقول أعمل على السماح للسكان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم تشعر أن بايدن يعيش في كوكب آخر غير الذي نعيش فيه ترجمة نانسي قنقر